كشف المبعوث الأمريكي في اليمن تيم ليدر كينج عن استراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة على البحر الأحمر في ظل الهجمات الحوثية المستمرة وقال ليدر كينج في تصريحات لنيويورك تايمز الأمريكية أننا نتتبع استراتيجية متعددة الجوانب ليعادة السيطرة على البحر الأحمر موضحا أن الاستراتيجية في اليمن تتضمن ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن كما أنها تتضمن تكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى اليمن وفق ما يوضيف الببعوث الذي قال أيضا استراتيجيتنا تتضمن زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر